بعد التصريحات الأخيرة لسونيا الدهميني المستشارة القانونية لقناة الحوار تونسي والكرونيكوز في إذاعة إيافين بخصوص عربية حمادي عربية حمادي كتبت استاكي وجهته لسونيا الدهميني وقتلها يا سونيا إي أنا بنت الراجل ومرت الراجل ويا سونيا إي أنا بنت الصيد وبنت نمر وقتلها إي أنا ما نفهمش في الكام كما قلت أنت أما نفهم في الأصول وقتلها إي أنا رمز البرشة يشبهولي أنت ما تعرفي عليهم حتى شيء يا سونيا اسمها عباية مش قفطان مطروس ونلبسوها وقت نكونوا في مواقف تستوجب برشة احترام وقدر وهذا يجي على خلفية الكلم اللي قالته سونيا عالي عربية حمادي قالت لابس قفطان امترز في المقابلة بين اللي جايها عيلت سليم شيبوب للدار وهبتت تصاور وين قالت زيدة اللي هي عربية حمادي أجبرت عائلة شبوب على إنها تاخد تصويرها معاهم بيش بعد تهبطها على السوشال ميديا وقتلها يا سونيا إي أنا هاني سيكتا ونسمع إي ما تواجي اللحظة اللي إي أنا بيش نتكلم وإنتو ما تسمعوا قتلها تونس مش دار السيد الويلد وأحنا مش جواري يا سونيا وهددتها وتوعدتها إنها بيش تكشف برشة حقائق في قادم الأيين